يعتبر النحل أحد عناصر التوازن البيئي المهدد بفعل التوسع العمراني والممارسات الزراعية الخاطئة خاصة الاستخدام المفرط للمبيدات الكيموية طبعا يسعى مجلس النحل الفلسطيني منذ تأسيسه زيادة الوعي للحفاظ على النحل ومؤخرا افتتح معرض لمنتوجات النحل الفلسطيني بمشاركة 22 جمعية تعاونية لمربى ان احنا تعرف اكثر على هذا المعرض والتحديات التي تواجه النحل في فلسطين يسعدنا ان نصدف معنا في الاستوديو الدكتور تحسين عودة رئيس مجلس النحل الفلسطيني وناصر جرادات عضو في مجلس النحل الفلسطيني سعد صباحكم اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم يعني في البداية قبل الحديث بالتأكيد عن المعرض لنتحدث شوي عن مجلس النحل الفلسطيني الاهداف اللي بيسعى اكيد لتحقيقها وعن تأسيسه صباح الخير في الحقيقة يعني بالنسبة لمجلس النحل الفلسطيني تأسس كغيره من المجالس الزراعية منذ الالفين وخمسة ولكن اعيد تفعيل المجلس بناء على قرارات تم اتخاذها على توصيات تم اتخاذها في منتدى الفلسطيني الاول لمربو النحل اللي تم عقده في فلسطين في الهلال الاحمر وبمشاركة دولية واسعة وكان من ابرز التوصيات اعادة تفعيل مجلس النحل الفلسطيني الذي تم تفعيله في الالفين وستاش تم تفعيل هذا المجلس من خلال العمل الجاد في كل المحافظات على اختيار ممثل لكل محافظة في هذا المجلس وتم انتخاب ممثلين للمحافظات من كل انتخاب ممثل لكل محافظة في المجلس من كل محافظات الوطن وبعد ذلك تم الاجتماع في وزارة الزراعة وتم انتخاب رئاسة المجلس النحل الفلسطيني وكان ذلك في الالفين وستاش في الشهر عشرة الالفين وستاش طبعا المجلس هو عبارة عن هيئة مستقلة ماليا وإداريا وهي محكومة بقانون وزارة الزراعة يتشكل المجلس بقرار من معالي وزير الزراعة المجلس يضم كل المحافظات كل محافظة ممثلة بواحد بالإضافة إلى احتواء المجلس على ممثل عن وزارة الزراعة ومن المفروض أن يكون هناك ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ولكن كان قرار التشكيل لم يحوي أحدا من وزارة الاقتصاد الوطني في تشكيل هذا المجلس لو بنتحدث حاليا عن معرض منتوجات النحل الفلسطيني يعني إقامته وأهدافه الموجودة المعرض هذا ليس الأول هذا المعرض الثاني كان على هامش المعرض اللي صار في ربيع رملا الأول وكان ناجح وبرعاية وزير الزراعة ووزير التربية والتعليم وهذا المعرض الثاني المستقل فقط لمنتجات النحل جميل جدا كمان على هامش المعرض كان فيه رسومات للطلبة في إطار مصابقة قمتم فيها قبل عدة أشهر زيادة الوعي حول موضوع همية النحل أو حتى الحفاظ على قطاع النحل ونتحدث شوي على هذا الجانب هذا الجزئي بالذات من نشاطات مجلس النحل الفلسطيني بتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدخول المدارس وأكحام الطلاب في أكثر من عنوان احنا كنا بحاجة إلى إله لأنه منا نرفع الوعي لدى المستهلك والمواطن والطالب أكيد طبعا فكان لابد من دخول بعض المدارس لتوعية الطلاب على ثقافة استهلاك العسل وتعريف الطلاب بعلاقة النحل في البيئة والتنوع الحيوان أكيد دكتور تحسين يعني يشكل قطاع النحل في فلسطين تقريبا 2.5% لنتحدث شوي على هذا الجنب وعني النسبة بحذاتها هو يعني كطاع النحل يلعب دور أساسي في الكطاع الزراعي بشكل عام فيما يتعلق بحجم الكطاع كطاع النحل بضم حوالي 2000 إلى 2200 نحال موجودين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة هذول النحلين طبعا كل نحال بعيل أسرة مكونة في المتوسط من 5 إلى 6 أفراد حجم المشروع أو مشاريع تربية النحل الموجودة عندهم تقدر بحوالي 85 ألف خلية 85 ألف خلية تقريبا متوسط إنتاجها في السنة حوالي 700 طون عسل 700 طون عسل اللي بتم إنتاجها تقريبا بتسد حاجة السوق وطبعا بتساهم في رفع نسبة الدخل القومي بشكل عام وإحنا بنعتبر إن كطاع النحل هو رافعة من روافع الاقتصاد الوطني طبعا بالنسبة لحاجة السوق إحنا بنقول 600 أو 700 طون بتسد حاجة المواطن أو بتسد حاجة السوق كون إنه المواطن عندنا المواطن الفلسطيني استهلاكه من العسل لا يتجاوز 130 إغرام في السنة وتكاد تكون مثل ما حكى الأخ أبو أحمد يعني إحنا بنشتغل على تغيير ثقافات فمن أجل تغيير هذه الثقافات اعملنا عدة أليات الألية الأولى اللي اعملناها ألية الدخول للمدارس ففي السنة اللي فاتت في الفصل الدراسي الثاني تمكننا من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع سلطة جودة البيئة ومع وزارة الزراعة إنه ندخل للمدارس الفلسطينية من مختلف المناطق فدخلنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتقريبا غطينا الآن مثل ما حكى زميلي إنه كان المخرج هذا النشاط هو الخروج برسومات تحدثت عن أهمية النحل للتغذية والبيئة الآن هذا الحكي يعني نحن نهدف منه لتغيير ثقافة اللي هي رفع مستوى استهلاك الفرد من العسل وإحنا بنطمح إنه يكون مستوى استهلاك الفرد من العسل في السنة من خمسمية لألف غرام في السنة يعني بنطمح لرفع هذه النسبة من خلال أولا الدخول للمدارس وثانيا قضية المعارض يعني المعرض اللي إحنا عملناه واللي تم إنهاءه يوم الخميس اللي فات كان الهدف الرئيسي منه برضو تعزيز ثقافة استهلاك العسل في المجتمع الفلسطيني بالضبط من أجل رفع كمية الاستهلاك أكيد ولكن من ضمن التحديات أو خلينا نحكي هناك أكيد تحديات صعوبات بتواجهوها بالنسبة لقطاع النحل الخاصة مع استخدام يعني من إحدى التحديات استخدام المواد الكيموية والأسمدة يعني كذلك المزبوط في هذا المجال أنا يعني بفتح المجال لأخونا أبو أحمد يحكي عن الجانب الفني في هذا الموضوع هو موجود في الميدان موجود في الشمال موجود في جنين وجنين يعني خلينا نقول أنه يعني أكبر كمية عسل منتجة بتكون موجودة في جنين فنترك المجال لأبو أحمد تحديات أكثر من كون المبيدات العشبية والعلاجات في عنا تحديات بتواجهنا كثير غير هذا الموضوع أنه نقصة المساحات المزروعة بالنباتات وخاصة النباتات الرحيقية في عنا موضوع الجدار أثر الحواجز على الطرق أثرت تدني سكوط الأمطار مش زي السنوات السابقة يعني هاي السنة خصوصا كان فيه يعني انخفاض شوي نعم صحيح توزيع الأمطار خلال السنة هذا جزء من الإشكاليات صار عندنا أمراض إحنا دخل عنا هجم نحل من سلالات مختلفة وصار عنا أمراض والرقام اللي ذكره الدكتور تحسين مشكور انخفض السنة انخفض بشكل كبير والإنتاج انخفض يعني كان معدلنا لقبل العشر سنوات من ثماني إلى اتناشر كيلو جرام من الخلية بمعدل وسطي السنة قد تفاجعوا انه متوسط إنتاج الخلايا من العسل كان من 4 إلى 6 كيلو جرام وهذا بأثل على المنتجين وعلى الكمية المنتجة وتدهور السلالات برضو هذا جزء وهذا جزء من اللي احنا قائمين عليه لهذا السبب احنا منكم بتعاون مع مؤسسات أخرى سواء رسمية أو غير رسمية لرعاية هذول المزارعين ودعمهم وعلى فكرة بهذا الجزئية احنا لابد ان نذكر اشي ايجابي نتيجة دعم احدى المؤسسات في عنا قصص نجاح لسيدات واخذوا نتائج وكان نموذج عنا قصص نجاح بفلسطين السنة هذه لأحدى السيدات من منطقة كالقيلي طبعا ومنشكر كثير من المؤسسات اللي دعمي ومنها وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والبيئة وصلت الجولة البيئة الا انه لابد منذكر برنامج تطوير الاسواك الفلسطينية البي ام دي بي لمتابعتهم لمثل هذه العينات ومنطلب منهم انهم هم وغيرهم انهم يدعموا اكثر في هذا القطاع ماذا عن دور الاحتلال في اتراجع يعني خلينا نحكي يعني انتاج النحلة للعسل باستيلاءهم على الاراضي الموجودة كيف هذا الشي اثر هاي السنة اثر بجانبين الجانب الاول بالاحتلال المباشر او بالسيطرة المباشرة على الاراضي اللي تم قدمها من المناطق المحيطة لالف اوباء الاشي الثاني محاربتهم للمنتج طبعا هم بشتى الوسائل بحاولوا يدخلوا على الاسواك الفلسطينية منتج عسل مش مطابق لمواصفاتنا ولا احنا معنيين فيه الرش الرش هم عندهم برنامج يعني حتى مزارعينهم بيحكوا لهم انه هجروا النحل في اوقات معينة لانه بيكون في رش لبعض المحاصيل زي الكتن زي عباد الشمس زي الكثائيات البطيخ وخلافه احنا ما بنعرف ولا بعلمونا بهذا المسائل فكل المناحل اللي بتكون محيطة او قريبة من المكان بتم الاعتداء عليها بهذه الطريقة غير المباشرة وهي ممنهجة صحيح ايضا يعني لو بدنا نعود نتكلم عن مجلس النحل الفلسطيني يعني هل هناك دعم كافي بخصوص قطاع النحل بدي يعني احكي بوضوح فيما يتعلق بالدعم اعتقد انه من الاسباب الرئيسية اللي ادت الى اعادة تفعيل مجلس النحل الفلسطيني هو الحاجة هو حاجة مربي النحل لهذا الجسم كونه انه هذا الجسم بده يحاول يعمل تركيز على هذا الجانب وعلى هذا القطاع المهمش انا اقول ان قطاع النحل في فلسطين مهمش بدلالة انه لو صار اي كارثة طبيعية من الكوارث اللي يعني زي الكوارث الموجودة في هذا العام يعني قضية التغيرات المراخية قضية الارتفاع في درجات الحرارة قضية الانخفاض الحاد في مستوى انتاج الحالية هذا الكليات من شأنه انه يرفع من سعر كيلو العسل وبالتالي لما بيرتفع سعر كيلو العسل بصير مش في متناول الجميع بالتالي انا اؤكد ان الكطاع مهمش وان الكطاع حتى اللحظة هذه لم يحصل على اي نوع من الاهتمام الرسمي في الموضوع سوى الاهتمام يعني الدعم من ناحية من النواحي اللوجستية ام النواحي المادية والنواحي المالية في قضايا التعويض قضايا الدعم المزارع اللي بتعرض لمشاكل حتى اللحظة هذه ما حصل اي شيء يعني بناء على ذلك يعني من خلال شهشتنا كمان يعني ايش بتتوصوا او خلينا نحكي ايش قطاع النحل بيسعى لحتى فعلا يلاقي دعم من المؤسسات او حتى من الجهات المعنية في هذا الموضوع المزبوط يعني انا بنتهز هذا الفرصة فرصة وجودي على الفضائية هون اني احكي للمسؤولين بشكل واضح ومباشر انه احنا كمجالس زراعية بحكي بشكل عام وكمجلس نحل بشكل خاص نفتقد الى قانونية وجودنا احنا يعني موجودين بقرار وزير ما احنا موجودين بقانون مصادق عليه من المجلس التشريعي ولا مصادق عليه من مجلس الوزراء وبالتالي احنا بنستغل وبننتهز هذا الفرصة حتى الناشد المسؤولين والاخوة في مجلس الوزراء انهم رجزوا على هذا الموضوع فيما يتعلق بكل المجالس الزراعية من اجل اقرار والمصادقة على قانون المجالس الزراعية كي يتسنى لنا ان نسجل نكون مؤسسات مسجلة رسميا مؤسسات لها حسابات بنكية تستطيع ان تتحرك على مستوى الدونرز على مستوى سواء المحليين او الخارجيين هذه النقطة اللي احنا بنحب نركز عليها وبنناشد فيها المسؤولين انهم يهتموا في هذا القطاع اكثر بالتأكيد وخاصة يعني فلسطين في عندها زراعة يعني القطاع الزراعي منيح عندها فبالتالي لازم يكون فيه دعم اكتر يعني اقتصادي وخلينا نحكي المهني موجود في هذا الجانب بدي اوضح لك مسألة النحل يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى كطاع الزراع بشكل خاص فعلى سبيل المثال النحل يكون بتلقيح اكثر من 40 صنف من النباتات الاقتصادية اللي احنا بحاجة لها وهذه النباتات يمكن نواجد على المائدة امامنا يوميا ولأطفالنا بمعدل تقريبا 56 صنف 56 صنف من المواد الغدائية اللي احنا بنتناولها النحل له علاقة مباشرة بها وغير مباشرة النحل بزيد الانتاج في بعض المحاصيل قد تصل الى 35% بسبب تلقيح الازهار على سبيل المثال الثاني اللوزيات في شمال فلسطين عنا في جنين اللوز ازهر وما كانش الجو مناسب لخروج النحل فتدهور انتاج اللوز هذا العام من عدم وجود النحل في الوقت المناسب فالنحل هو له علاقة مباشرة في بعض المحاصيل وعلاقة غير مباشرة في المحاصيل الاخرى وهذا السبب احنا بنحب انه كثير ناس ينتبهوا لهذا الموضوع من اهل المؤسسات سواء الرسمية او غير رسمية اكيد طبعا عشان هيك لازم يكون في اهتمام اكيد اكتر عشان هيك يعني الرسالة اخيرة بتحب توجهها للمشاهدين يعني المواطنين والمزارعين كذلك حول التوعية في اهمية قطاع النحل بفلسطين والحفاظ عليه تكاد تكون التوصية النهائية من عندي انا اول اشي للمستهلك الفلسطيني اللي بيستهلك العسل احنا حاولنا من خلال المعرض انه نوجه رسالة ويستوعب المستهلك الفلسطيني هذه الرسالة انه كثير بيسألونا كيف انا بدي اعرف العسل مغشوش ولا مش مغشوش انا الرسالة اللي حاولنا نوصل نوصل لها في هذا المعرض بالذات لانه كونه معرض متخصص انه احنا لما اجينا بدنا نسلم العسل من المزارعين من مربين نحل منشان يدخل للمعرض شكلنا لجنة فنية اللجنة الفنية تشكل اللجنة فنية لاستلام العسل اللجنة الفنية تشكلت من وزارة الزراعة ومن مجلس النحل من ناس متخصصين من ناحية فنية في معرفة العسل وجودة العسل الان هذه اللجنة الفنية لما انعرض عليها العسل هناك عسل عرض ولم يسمح له بالعرض يعني جاء الى المعرض ولم يسمح له بالعرض كونه غير مستوفي للشروط الشرط اللي احنا كنا مركزين عليه في المعرض وهذه يعني رسالة بوجهها للمستهلك الفلسطيني انه يااخي لما بدك تيجي تشتري عسل من السوبر ماركت او من اي واحد اطلب منه كله وين بطاقة البيان الموجودة على العبوة على مرتبان العسل سواء كيلو ولا نص كيلو ولا كدش في بطاقة بيان هذه بطاقة البيان بتكون صادرة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وعندنا مؤسسة مواصفات ومقاييس عندها يعني معايير للعسل الجيد ولجودة العسل من المفروض انه احنا ننتبه لها ونوقد فيها فاحنا بنطلب من المزارع انه يحط بطاقة البيان غير بطاقة البيان بعد بطاقة البيان بتجي قضية الفحص مين اللي بدي يفحص؟ اللي بدي يشتري كيلو عسل ما عنده استعداد انه يروح يفحص كل كيلو واحد بدي يشتري كيلو عسل يروح يفحصه بجامعة بيرزيت ولا في اي مختبر ثاني فانت يعني انت اعتمد على قضية انه بطاقة البيان اذا مختومة من وزارة الزراعة بتعطيها هذه اوكي انه هذا العسل على مسؤولية وزارة الزراعة هلا احنا كمجلس شو دورنا كان؟ كان دورنا انه نتطلع على البطاقة البيان اذا عليها ختم وزارة الزراعة نعطيها احنا الشعار تاعنا فنحط شعار مجلس النحل بالاضافة لخاتم وزارة الزراعة انا بهذه الحالة بقول للمستهلك ايدي بايدك احنا ممكن نحميك من الغش اللي بصير في العسل هذا النقطة وهذه الرسالة اللي احنا بنحاول برضو ننتهز فرصة وجودنا على هذه الفضائية انه نكون للمواطن حتى الان ولا بكرة ولا بعده انه دايما نتطلع على ختم وزارة الزراعة شعار مجلس النحل اشتري العسل اكيد طبعا اشتري العافية موفقين وان شاء الله يكون من خلال هذا المنبر يكون في فعلا دعم وضاء على قطاع النحل في فلسطين والاهتمام فيه اكثر بالضبط ومشكرين على جهودكم اكيد شكرا كثير لكم شكرا لكم